وخلال الندوى قال الحخام مارفن هاير مؤسس وعميد مؤسسة سايمون وزنثل إن جلالة الملك المفدى أسس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي قبل توقيع اتفاق السلام ما يجعل المملكة تباشر رسم خارطة السلام في المنطقة قام الملك حمد بتأسيس هذا المركز قبل تواجد هذه الفرصة للسلام بزمن طويل إنها لفكرة عظيمة أن يكون لدولة عربية بادئة لعملية السلام التي تمتلك مركزا للكرامة الإنسانية والتعايش وأن تلعب دورا رائدا في عملية السلام